معي عبر سكايب من الحدود السورية التركية سهايب جابر الصحفي في شبكة فرات بوست مساء الخير أهلا بك معنا سهايب إذن كل الأنظار متجهة إلى دير الزور كيف تتابع أنت هذه المعركة التي لم تبدأ بعد وكيف ستنعكس الهزائم التي مني بها داعش إن كان في نينة أو ما يحدث في الرقة عليها بداية تحية لكم والسادة مشاهدي أخبار الآن كانت هناك بالإضافة إلى هذه القائمة الطويلة التي ذكرتموها خلال التقرير من القادة الأمنيين في تنظيم داعش أيضا بالإضافة إلى كل هؤلاء هناك قائمة أخرى ستأتي إلى البوكمال تحديدا وبعد الاتفاق الذي تم بين حزب الله وبين مقاتلي داعش في القلمون الغربي وصلتنا أخبار أن قوافل من إرهابيو داعش هي متوجهة نحو البادية ومن البادية تم الاتفاق مع قوات النظام إلى إرساله نحو مدينة البوكمال وذلك سيتم عبر خطوط التماس بين التنظيم وبين النظام هذا إن دل على شيء فهو يدل بصراحة على الجهة الحقيقية التي كانت تتحكم بتحركات التنظيم عسكريا وهي قوات النظام وتدير هذه التحركات بحسب ما يصف ذلك البعض كانت هناك بالإضافة إلى هذه التحركات ما بين النظام والتنظيم والاتفاقيات أيضا استهدافات مستمرة من قبل تنظيم داعش لمدني المنطقة الشرقية كان هناك إعدامات ميدانية مستمرة خلال الفترة الماضية هرب للمئات من أمني داعش كان أيضا منهم إضافة إلى قائمة الأسماء التي ذكرت خلال التقرير غسان الرحال وهو المسؤول الأمني الأول في ما يسميه تنظيم ولاية الفرات أعلن التنظيم وعبر وسائل إعلامه أن هذا العنصر أو هذا القائد الأمني على ارتباط مباشر مع جهاز الموساد الإسرائيلي طبعا في ظل هذه الأحداث والمعطيات يستمر قصف كل القوى المقتتلة واستهدافهم لأبناء المنطقة الشرقية من ديرزور والرقة والحسكة أيضا أبناء هذه المنطقة الشرقية هم مستهدفون من القصف من قصف قوى التحالف والطيران الروسي وطيران النظام واعتقالات وتجنيد قسري من داعش الذي أصدر قرارا بتجنيد أبناء المنطقة ما بين 20 إلى 30 وجند حتى الأطفال وميليشيات قسد التي تجندهم وتستجرهم من المخيمات الموت وأيضا هناك عدد آخر من من ينتظرون حدفهم الآن للأسف هناك العديد من الأطفال الآن محتجزون وهم بحالة مأساوية هم بين الحياة والموت يعانون من الجفاف ومن نقص التغذية وسوء الرعاية الطبية داخل هذه المخيمات وميليشيات قسد لا تسمح لهؤلاء العوائل بأخذ أطفالهم لعلاجهم في مناطق الحسكة أنا أشكرك على هذه المشاركة صحيب جابر صحفي في شبكة فراط بوست كنت معنا من الحدود السورية التركية شكرا صحيب